موسيقى السلام عليكم و مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد اليوم سوف نقدم لكم واحد الوصفات الكاشر بالدجاج كجيزوين و قبل هذه الوصفات نتمنى تكونوا بخير و بصحيحة جيدة في الوصفات كجيزوينة و ديدة كاشر للطار بصنع منزلي عارفين اشنو ديرين فيهم و يجيل ديد بزيف بالنسبة لهذا المكونات الكاشر هنا عندي واحد الوصفات الكاشر مقطع غر نص صدر لا يصدر كل واحد صدر في ججزوين الطروفة هذا الطرف واحد قطعته خديت واحد شفية القزبرته و قطعته هنا عندي واحد جفوس و زيلتوم هنا عندي كاس مخلط ما بين نشاع و الدقيق الأبيض الفورس يعني نصف ميزينة و نصف فورس هنا اربعة البيضات هنا واحد الباربة مسلوقة و قطعته واحد معلقة من المطرب و الهريسة تهو الحار على حسب الضوء تستغنو عليه هنا عندي اربع معالق الجبن تقدروا تعودهم بالفورماج متلت أنا لم تفورش عن هذه المتلت كنت ستستعمل فقط الجبن اربع معالق الصغار هنا عندي كاس ذيل الزيت هنا عندي واحد مع القصغيرة القزبر غيابس و مع القصغيرة التحميرة و مع القصغيرة الكامون و الملحة على حسب الضوء هذا سنجدوزل طريقة التحضير فهنا كنا نأخذ واحد دروبو سنضيفه قصغير التحضير ثم نضيفه و نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه ثم نضيفه صغيرة عمرة مطرب ثم مطرب مطرب ارت Люد ثم نضيف البيض ثم نضيف الملحة لحسب الضوء ثم نضيف ملحة صغيرة ثم نضيف الملحة الصغيرة يعني históكا من الملحلة العادية هذه صغيرة على هذيك. قد ندير كذلك القديل كامون. البابريكا غد ندير جوج يعني ما يعادل معلقة صغيرة. قد ندير الهريسة بنسبة الحرور. سيبقى اختياري. قد نزيد شوية البزار. البزار نسيز مد كرسوش لكم في التوابين. نضيف المكونات. سيبقى الجبن والزيز والضقيق حتى الآخر سوف نضيف المكونات. سوف نضيف الجبن. سوف نضيف الدقيق. اخرى سوف نضيف المكونات. سوف نضيف المكونات. سوف نضيف. سوف نضيف ثلوفان من بعد مضعت الثلوفان لجوش جهاز يعني شوية عارض مضعت الثلوفان وضع الجوش فقنا خلط هل تطلب الجوش يعني سوف نضع الجوش دون هذه الطريقة يجب ان تفشوا ورقة البداء كي نفتدو ان الماء يدخل لنا سوف يضيفه الزيت ونقطع او الجبن او المبزار مربعات سوف يضيفه الزيت ونضيفه اولف الفلم قليلا سوف يضيف المقدار سوف يضيف الزيت سوف الغرس والألميون سوف يضيف الملخص سوف يضيف الملخص انا كنلف وانا كنزير فيه سوف يضيف الملخص اشتركوا في القناة 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 نضع الأولمينيون سنضع الأولمينيون نضع الأولمينيون نكمل كيمياكا من الاندي سوف نقسمه على جزل على 3 على حسب المزود كبير ومن بعد تطيبه في حمام مريم ومدى بجز سواء او كطيبه في التبخر وكتبخه وكتبخه في الكسكاسيفو فانتماء وشنو بغيته سيبقى لكم كيف يجب أن تطيبه من بعد ما غدت طيبه ونحيده وندخل في كل جز يبرد مزيان سوف نتلقى على تقديم هنا لقد قمت بغيته ثم نستخدمه ونستقليم ونقف القفله ونفعله فكبت التنظر فكبت تشوفه معي هذا هو مستخدم الكاشير بعد ما تطعب ونفعله في طلاج مزيان ونفعله كبير يجب ان يشتهده مزيان لنفعله يجب ونفعله لا تقنعوش منه وحاجة للدار بصيبين على ايديكم معارفين اشنو فيها فهذه هو الوصفة اليوم كيف تتشوفوا راح تيجي بحال الزنقة تماما هانتو مرطب ورائع في الماداق حتى الماداق لبنين فهو نحلية ثلاثة من هاد ثلاثة ديال المزاود ديال كاشر فالاستيلاك ديالو يبقى في تلاجة وما تيفوت السمانة حيث ما فيه لمواد حافظة لو لوكتش مقدرش يصبر بزاف نتمنى تكون الوصفة لتلاجاب ديالكم ولي باقي ما مشتاركش معي في القناة تشترك فقط لباش تدعموني وتخليوني نزل فيديوهات كتر ونطلقوا ان شاء الله في فيديو جديد فلا ما عليكم شكرا لكم تشتركوا معي في القناة وضغطوا على زر الجرس باش توقعوا تفصلوا بأي جديد وخليوا لي لايب وكمنتر